بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكم من الخاسرين مشهور صالح محمود عمنا وأخونا كبير براغ ونعяет أجل يعني دوع أفضل كثير الحقيقة على المسلمين وعلى غير المسلمين يعني بأن أبس أذنت حáz فكان دع رد فس أحفر بس أحفر بس أحفر powري أحفرني أحفر براغ ونعفر نعفر إني أحفر بشكل المسلمين أحفر براغ أحفر براغ والله الحمد لله يعني كان لديه الكثير من سنة يفعله ماشاء الله جيدا يجب الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله لا أتحدث عنه إيجابي أو ماشاء الله لكن هذا هو الحقيق يعني 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 يستطيع بإقناع هادئ جدا وممتع أن يدخل الاقتناع في قلبك وفي عقلك وكتير جدا من الإخوة قلت هروح مساجد بعيدة في الصحراء أبطة لا أحد يقولنا نساء مسلم جديد فأحاول أبعه ألا أحد منترم żebyك لا أحد لديه رسالحاب يبغلش معه ماشاء الله ماشاء الله يعني عشاء الله ما شاء الله هذا عام بإيجابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الأمم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام the title of my talk tonight is about the grace of Allah is it a free ride or something you have to work for something to be earned not to be relied on that is the I believe all of us knows about the story of Sayyidina Nuh عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام and also you know the story of Sayyidina Ibrahim and the argument the heated argument that took place between him and his father whose name was Ather so I'm not going to get into the details of Surah Sayyidina Nuh or Sayyidina Ibrahim otherwise I'll be here until tomorrow morning you don't want to but anyway under this title the grace of Allah a free ride or something to be earned يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود and to your knowledge سورة هود is the one that المصطفى عليه الصلاة والسلام said شيبتني هود وأخواتها سورة هود caused سورة هود and its sisters made my hair go gray so in سورة هود سورة number 11 verse number 45 يقول الله سبحانه وتعالى ونادى نوخ الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نوخ قال الله and said oh Allah verily my son is one of my family and verily your promise always comes true and you are the most judge in all judges this is a dua this is a dua of a merciful and kind father to Allah he is pleading to Allah to forgive his son or to not to forgive his son actually to save his son from the flood that took place at that time فمادا كان الجواب what was the response from Allah to that dua قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو نوح behold he is not of your family his conduct is unrighteous the response was clear cut يا نوح إنه ليس من أهلك he is not one of your family it's a clear cut he is notEu either no can